نتابعه في هذا النصف من ساعة حرة وتحديد انطلاق مما نسبه التلفزيون السوري إلى الرئيس السوري بشار الأسد بالقول إن مشروع الإسلام السياسي قد سقط في سوريا وأنه من الخطأ الخلط بين العمل السياسي والعمل الديني يأتي ذلك في ظل دعم جديد من حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله للنظام السوري بقوله إن مرحلة سقوط النظام قد انتهت أو مرحلة تراجع النظام قد انتهت قال ذلك في حديث إلى صحيفة السفير اللبنانية أرحب بضيفينا في ساعة حرة من لندن السيد زهير سالم وهو مدير مركز الشرق العربي للدراسات ومن شيكاغو ينضم إلينا المحلل السياسي السوري نمرود سليمان أبدأ معك سيد زهير سالم من لندن أولا ما تعليقك على عبارة إن مشروع الإسلام السياسي قد سقط هل كان الحراك السوري فعلا هو حراك لمشروع إسلام سياسي بديل عن نظام الأسد ابتداء أحب أن أوضح بأننا لا نؤمن بشيء اسمه الإسلام السياسي نحن نؤمن بأن هناك مشروع إسلامي موجودا على الأرض السورية وعلى الأرض العربية وعلى كل الجغرافية الإسلامية كنا نود من بشار الأسد أن يحدد أرضية يقف عليها فلا يعقل لمن يعتبر نفسه جزءا من ولاية الولي الفقيه وحليفا أساسيا للجمهورية الإسلامية في إيران أن يعلن عن سقوط منطقة وليس فقط في سوريا المشروع الإسلامي له وجهان كما نعلم مشروع إسلامي فيقراطي تمثله إيران وحزب الله حلفاء بشار الأسد ومشروع سياسي مدني يؤمن بمدنية الدولة ويؤمن بدولة المواطنة التي لا يتفوق فيها دين على دين ولا عرق على عرق ولا مذهب على مذهب وإنما يكون المواطنون جميعا أمام القانون سواء يمثله الإسلاميون في العالم العربي عموما وفي سوريا خصوصا هذا المشروع لا يمكن أن يسقط هو ما يزال يسيطر على أكثر من نصف الأرض السورية ما زال يقاوم بشار الأسد بكل شراسة بشار الأسد الذي يدعي أن العالم كله يحاربه يأخذ بطاقة تطمين من المجتمع الدولي بأن أحدا لا يريد أن يهاجمه بأن أحد لا يريد أن يوجه له ضربة عندما كانت فعلا تحت تهديد الضربة كان يتحدث بغير اللغة هذه التي كان بالأمس يتحدث بها إلى الروس نحن نواجه مع بشار الأسد حليفا دوليا متمكنا محميا بكل أبعاد الكلمة لكن المعركة في سوريا في ظننا سوف تتحدث كما أبنائها بطوائفهم بمذاهبهم بعرقياتهم لا تستثني أحدا ولا تبعيد أحدا سيدنا مروز سليمان ما تعلقك على كلام الأسد عن سقوط مشروع الإسلام السياسي في سوريا بغض النظر عما قاله الرئيس بشار الأسد الإسلام السياسي سقط ومن الخطأ أن يقوم أي إسلام بأي فكر سياسي مثل ما قال الأخ مثل ما سقطت المسيحية السياسية إذا صحت تعبير في القرون الوسطى الآن الإسلام السياسي مرشح للسقوط ليس في سوريا بل في كل أنحاء الوطن العربي إذا بتسمح لي للأسباب التالية الدين وأي دين كان هو فكريا هو مطلق لأنه قادم من عند الله سبحانه وتعالى وكل ما هو قادم من عند الله هو مقدس بالتالي كل مقدس مطلق وكل مطلق مغلق بينما السياسة هي متحرك ومتغير ومفتوح لذلك لا يمكن الجمع ما بين الدين والسياسة في أي ظرف من الظروف وعندما يجتمع الدين مع السياسة فإننا نخسر الدين ونخسر الأوطان تجربة أوروبا أثبتت ذلك والدول التي حكمها الإسلام أثبتت ذلك ما يجري في مصر خير دليل وما يجري في ليبيا دليل آخر إذن نحن الآن حسب رأيي داخلين في المرحلة التي دخلت فيه أوروبا أيام قال له فهذا الإسلام السياسي سقط سواء قال بشار الأسد أو لم يسقط لأنه بدأ منعنى بشار الأسد الرئيس السوري حينما تحدث عن مشروع إسلام سياسي هل هو يعتبر أن من يواجههم في سوريا يحملون مشروع الإسلام السياسي هل يتحدث فقط عن مشروع الإسلام السياسي السني في المنطقة والذي يعني طبعا لأنه كما ذكر ضيفنا قبل قليل النظام السوري حليف لنظام إسلامي في المنطقة هو النظام الإيراني هنا لا بد من تقسيم الثورة السورية إلى مرحلتين عندما بدأ الشعب السوري بالثورة كان يريد الديمقراطية يريد حقوق الإنسان يريد عدالة يريد ديمقراطية ولكن لأسباب موضوعية وأسباب ذاتية وأخرى خارجية وأمها خارجية انسد الأفق السياسي وانسد الحل العسكري بالتالي تحولت الأرض السورية أو المناخ السياسي السوري تحول إلى مناخ إسلامي بحت فيه الإسلام المتطرف وفيه الإسلام المعتدل ولكن إذا أخذنا وإذا كنا واقعين إذا أخذنا المعتدل منه وهو مثلا الإسلام مثل ما يقولوا هل حركة المجاهدين هو يتبنى الخلافة الإسلامية بينما النصر وداعش هي تنظيمات قاعدة يعني أكثره اعتدالا يطالب بإقامة دولة إسلامية وهذا لم يقم الشعب السوري منذ عن الإخوان بل قام من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنة مثل ما قال الأخ من لندن نعم الإخوان في سوريا كيف تقيم موقفهم وموقعهم في هذه التيارات الإسلامية أنا برأيي الشخصي لا يمكن التجزئة الإخوان له مرجعية مثل أي حزب سياسي له مرجعية كل الأحزاب التاريخية في العالم كان لها مرجعية مادام مرجعية الإخوان المسلمين هي مرجعية القرآن والتشريع الإسلامي فهذا تحول إلى شيء مقدس لا يمكن جرجرته إلى السياسة لا يمكن الجمع ما بين الدين والسياسة لقد جمعت أوروبا ما بين الدين والسياسة ولكنها عاشت في عصر الظلمات عندما تم فصل الدين عن الدولة تحولت أوروبا إلى عصر الأنوار عندما يدخل الدين في السياسة لا ينشر إلى الظلمات لأنه يعتمد على العقلية النصية الواردة في الشراء والعقلية النصية لا تتغير منذ آلاف السنين بينما السياسة تتغير كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة لذلك لا يمكن أن تجمع هذا العقلية النصية مع المتحرك المتغير بشكل دائم سيد زهير السالم قلت أن مشروعكم كمناهضين للأسد هو مجتمع مدني يؤدي إلى دولة مدنية لكن ثمت من يطرح عليكم السؤال هنا أن هذا الكلام ربما كان يصح في بدايات الحراك ضد الأسد قبل ثلاث سنوات وأنه لاحقا قد دخلت عوامل عدة جعلت مناطق واسعة لم تعد خاضعة لسيطرة الأسد إنما صارت تخضع لتيارات إسلامية تقيم نماذج حتى مختلفة فيما بينها من نماذج الحكم الإسلامي وفق ما تراها هي وبالتالي ربما هذا ما يتيح للأسد اليوم أن يتحدث عن سقوط لمشروع إسلام سياسي وما إلى ذلك هل ثمت مسؤولية تتحملها قوى المعارضة السورية في عدم تحديد هوية الذين يناهضون الأسد أو الهدف الذي يريدونه في ظل انتشار هذه الجماعات وتزايد نفوذها في مناطق عدة دعني أبدأ بالقول بأن العالم يعيش اليوم الذكرى العشرين لمجزرة لحرب الإبادة في رواندا هذه المجزرة التي حماها وأشرف على تنفيذها مجتمع دولي يؤمن بالسياسة بلا دين بلا أخلاق عندما يكون الدين حاضرا وعندما تكون الأخلاق حاضرة لا يمكن لما يجري في سوريا اليوم من قتل للنساء والأطفال وتدمير للعمران بالطيران الطيران لا تملكه الجماعات المتشددة ولا المتعصبة ولا المنغلقة ولا صاحبة العقائد الشمولية الطيران يملكه نظام يدعي أنه علماني محمي من المجتمع الدولي من مجلس الأمن يطمنه في كل يوم الأمريكي والفرنسي والبريطاني أعدد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بأن أحدا لن يناله بسوء بشار الأسد لو كان قد تعرض لتهديد حقيقي كالذي تعرض له يوم استعمل الكيموي لكانت مواقفه السياسية مختلفة عن هذا أنا أعود فأقول هناك أصوات معتدلة في سوريا على كل المحاور معركتنا اليوم هي لإقامة المجتمع المدني قبل الدولة المدنية والدولة المدنية المظلة للمجتمع المدني إذا أردنا أن نفرق صفنا وإذا أردنا الآن أن نتنابذ وأن نحاول أن نوجد مبررات لهذا الاختلاف بكلام مطلق مستورد تاريخيا وجغرافيا هذا الكلام لن يفيد الثورة السورية في شيء الثورة السورية كانت وما زالت ثورة من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية وهناك مقاتلون على الأرض يؤمنون بهذا وهناك قادة سياسيون يؤمنون بهذا وهناك أحزاب تؤمن بهذا ولكن لماذا لم يبقى صوت هؤلاء هو الأعلى في مقابل صوت قوى وتيارات يعني عفوا سيد زهير البعض يقول أن جزءا من مسؤولية المعارضة أنها حينما ظهرت بعض هذه النماذج نماذج لم تقف في وجهها بل أنها ربما بررت بعض تصرفاتها بحجة أن المعركة هي معركة لإسقاط الأسد لا غير فتمكنت تلك المجموعات وصارت حتى تقاتل الجيش الحر ذاته وبالتالي فإن نفوذها قد صار أكبر بكثير من الشعارات ذات الطابع المدني التي يحملها كثيرون في المعارضة السورية أنا أزعم بأن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في حماية الإنسان كما كان يقول السيد بانكيمون منذ أيام حقوق الإنسان مسؤولية دولية مشتركة هو الذي أعطى المجال لمثل هذه القوى وأنا لا أريد أن أدافع لا عن متشدد ولا عن متطرف ولا عن معارضة متخاذلة أنا أقول تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته هو الذي أعطى المجال لهذه القوى أن تنمو لأن المعارك في الظروف الصعبة القتال في الظروف الصعبة يجعل الكثير من المثقفين والمفكرين وأصحاب العضلات الرخوة كما كان يقول عنهم جانبول سارتر ينسحبون من هذه المعركة هذا الذي جعل هؤلاء الآن يتقدمون ولكن تقدم هؤلاء هو وقتي وظرفي وزمني لأن سواد المجتمع السوري لا يقبل التطرف ولا يقبل الإنغلاق ستكون الكلمة في النهاية هي للجهات التي تؤمن بما يؤمن به أكثرية السوريين أن هناك مجتمعا مدنيا يجب أن يتوحد وأن هناك دولة يجب أن تقوم لذلك أنا أقول الاستباق بطرح البرامج اللاحقة في عملية استباقية لتفتيت الموقف الثوري السوري هذه عملية غير ناجحة وغير مطلوبة في هذه المرحلة التي نعيش فاصلنا نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة من ساعة حرة يمكنكم إرسال آرائكم وتعليقاتكم إلى صفحة ساعة حرة على فيسبوك نعود إليكم بعد قليل مفاجئات مفيرة وتحديات ساخرة تفاصيل دقيقة ومقابلات حصرية لنجوم البساط الأخضر العرب التنازلي من أرض السنبا لكأسل عالم قد بدأ التحديدات وأهم الاستعدادات تأتيكم في برنامج القرى وكواليس المونديال الجمعة في الأوقات التالية عبر قناة القرى الحرة عشر سنوات ونستمر الحرة دوت كوم العالم معك أينما تكون عودة إلى الساعة حرة سيد نمروز سليمان في شيكاغو هل توافق سيد زهير سالم على مقاله أن المجتمع الدولي هو الذي أدى بسياساته حيال سوريا إلى تمكين تلك المجموعات وبعضها منتمن أو مرتبط بتنظيم القاعدة في مناطق عدة من سوريا جوابا على هذا السؤال لنطرح السؤال التالي لماذا لم يتدخل المجتمع الدولي ولماذا هذا المجتمع الدولي تدخل في ليبيا وتدخل إلى حد كبير من تحت الطاولة في مصر ولم يتدخل بسوريا هناك في السياسة شيء يقول قبل أنت ما تسقط نظام أو ترفع شعار إسقاط السلطة ما عليك أن تفكر بالبديل الأمريكان بشكل خاص والأوروبيين بشكل عام على طول يبحثون عن البديل البداية كانت حراك شعبي نحو الديمقراطية والمجتمع المدني لكن لما أغلق الأفق السياسي والعسكري ولم يوجد برامج سياسية واضحة يطمأن إليها الغرب نسدت الآفاق أمام حياة المجتمع المدني فما كان من الدول الخارجية أن تعتمد الأدوات التي تريدها وبما أننا نعيش عصر الإسلام سواء كان متطرف أو معتدل فخلق مناخ خصب له ومد بما يحتاجه من مال وعتاد بالتالي سيطر على الساحة وجنب كل شيء اسمه مجتمع مدني سيدي الكريم ما جرى في اسطنبول خلال اليومين الماضيين سياسيا هو حالة تعبيرية عن الحراك العسكري الإسلامي الأصولي الموجود على الأرض عندما لا يدخل أو عندما يطرد كل من ميشيل كيلو وفايس سارة واللبواني وجورج ولؤي صافي هؤلاء الكل يعرفهم بأنهم كانوا وما زالوا مع المجتمع العلماني المدني مع حقوق المواطنة لكن الساحة الإسلامية السياسية قالت لهم وداعا لا نريد لكم تحدث عفوا حتى يعرف المشاهد عن الهيئة السياسية الجديدة للإتلاف التي خرج منها بعض الأسماء الذين ذكرتهم ولكن هؤلاء هم لم يتقدموا لتجديد بقائهم هل هذا بسبب ضغط تقول من ويقف وراء ذلك؟ هل تقول أن الهيئة بات يغلب عليها الطابع إسلامي مثلا؟ نعم نعم سيد الكريم نحن هذه نتائج إذا ابتقرأ أنت ما يكتبه ميشيل كيلو منذ مدة وما أشار إليه فهي السارة الذي كان مستشارا للجربة منذ مدة أطول عندما قال فارس سارة في إحدى مقالاته ما هذا الإتلاف؟ كل واحد فيه يعتبر نفسه السياسي رقم واحد والاقتصادي رقم واحد والعسكري رقم واحد بمعنى هناك صلبطة من يريد هذه الصلبطة؟ هؤلاء الممولون من جاء بهؤلاء؟ جاء بهؤلاء ليس السوريون ليس الحراك الشعب السوري وإنما المشاريع الأقليمية جاءت بهم وهم ممولون بصراحة من قبل السعودية ومن قبل قطر ومن قبل تركيا وإن الخلاف القطري السعودي ينعكس بشكل أو بآخر بالتالي تحول الصراع من هو مع الأصولية أكثر؟ من هو مع القوى المعتدلة أكثر؟ إذن لا حياة للقوى العلمانية والمجتمع المدني فقالوا وداعا لا نستطيع أن نقدم شيء وهذه معلومات أكيدة ومؤكدة ولكن ما يقول البعض هم لم يريدوا نعم لم يريدوا ولكن لماذا لم يريدوا؟ إذن هذه حالة تعبير سياسي عن المأزق العسكري التي وصلت إليه الحالة المدنية والديمقراطية وحقوق المواطنة في سوريا لكن ثم تمن يقول أستاذ نمرود باختصار شديد لو سماحت أن لا الذين خرجوا ولا الذين بقوا حتى يعبرون حقيقة عن طيار المعارض للنظام السوري نعم نعم ولكن هذا الاتلاف الذي لا يستطيع أن يعمل شيء لا يوجد أيضا من يمثله لقد نال الاعتراف هو بؤس سياسي يعني هذا الاتلاف هو بؤس للحالة السياسية الآن إذا سعيت إلى فكفكة هذا الاتلاف ماذا يكون البديل؟ البديل ستفرغ الساحة أمام النظام بالتالي الدول هذا الاتلاف صامد إلى هذه اللحظة بناء على دعم خارجي وليس بناء على ما هو داخلي دعني أنقل هذه نقطة للسيد زهير سالم وصمحت في لندن سيد زهير سالم يعني هل فعلا ما يجري في الاتلاف السوري المعارض يعبر عن جزء من الأزمة في وسط المعارضة عن أن صراعات إقليمية ولسيما السعودية قطرية هي التي حولت الحراك السياسي المناهض للأسد إلى ساحة تصوية حسابات إقليمية بين مشاريع إسلامية بين المزدوجين أو تدعم طيارات إسلامية مختلفة وبالتالي الأزمة هي بسبب كل هذه الخلافات أخي حسين أنت استدعيتني للحديث عن تصريحات بشار الأسد وحسن نصر الله وأنا لا أريد أن أجرد إلى معارضة الإقليمية نتحدث عن ذلك أنا لست محاميا عن الإقتلاف ولست خصما للإقتلاف تحليل لخلاف السعود القطري وانعكاسه إلى الإقتلاف صحيح صحيح أنا مستوقفني اليوم الحديث المطول الذي أدل به سيد حسن نصر الله للسفير أرى فيه مقاط كثيرة تستحق إلى أن توقف عندها نعم سأسألك عنها بالتأكيد لكن طريق سريع حول الإقتلاف القطري السعود هل يؤثر كله لا يؤثر أو يؤثر فقط وسأسألك عن حديث نصر الله بالتأكيد أنا أعلم أن ما يجري في الإقتلاف هو نوع من أنواع الحراك السياسي لكل سياسي كل شخص أنا عندي ميشيل كيلو مقامه مقام أي عضو آخر في الإقتلاف الكل بالنسبة إلينا سوريون مواطنون سوريون ليس أحدهم أعلى كعبا من الآخر ميشيل كيلو آثر عندما أراد الدخول وجد نفسه في الصدر عندما أراد الخروج خرج لم يطرده أحد لم يسحبه أحد من الإقتلاف لا هو ولا زملاء هناك عملية ديمقراطية أيضا هناك انتخاب هيئة سياسية يعني لست جزءا من هذه العملية حتى أجب الآن إلى نقاشها قال نصر الله في حديثه لصحيفة السفير أن الأسد سيترشح وقال أيضا أن هناك دول عربية في الظاهر هي مع المعارضة وفي الباطن تقول الأسد احسم المعركة ما ردك أو ما تعليكك عفوا يعني أنا أقول حديث حسن نصر الله للسفير كان حديث يثير الكثير من الإشفاق هذه الكلمة الأخيرة التي تقولها بأنه يقول بأن هناك دول عربية كثيرة تتصل سرا ببشار الأسد تصريحات المقداد من قبل بأن هناك دول أوروبية كثيرة أيضا تريد أن تستأنف العلاقة مع سوريا كل هذا يسقط نظرية المؤامرة الكونية التي تدار أو تحاك على سوريا والتي يتحدث عنها حسن نصر الله وتحدث عنها إيران ويتحدث عنها أيضا بشار الأسد الذي لفت نظري أكثر من حديث حسن نصر الله قوله بأن القضية في سوريا ليس فيها حرية وليست فيها ديمقراطية وليس فيها عدل هو كأنه يتهم الشعب السوري بأنه محب لما كان يعيشه من ظلم ومن استبداد الشعب السوري لا يتطلع إلى الحرية ولا يطالب بالعدل ولا يطالب بالديمقراطية هذا اتهام خطير يصدر عن السيد حسن نصر الله عندما يقول بأن سقوط النظام أصبح وراءنا وأن هذا التهديد قد انتهى أنا سأضع كلامه هذا في إطار المصداقية لو كان قد قال لنا في يوم من الأيام من قبل بأن النظام مهدد في أي لحظة بالسقوط ودائما عندما يخرج علينا يخرج منتفخا منتفجا يتحدث بنفس اللغة التهديدية حسن نصر الله الآن يخسر في كل يوم عشر مقاتلين من مقاتلي يدفع ثمنهم الشعب اللبناني يعمق بذلك الجرح الاجتماعي بين السوريين واللبنانيين ومع ذلك هو لا يريد أن يعترف بالورطة الذي زج نفسه فيها وزج طائفته فيها في لبنان سيد نمروس سليمان نصف دقيقة حول كلام نصر الله لا سمحت سيدي سواء كنت مع نصر الله أو ضده وأنا شخصيا ضده في بعض المواقف وخاصة التدخل في سوريا ولكن الكل بما فيه الإسرائيليين يشهد ويتحدث عن مصداقية هذا الرجل وأثبتت الحياة منذ ظهوره على الساحة السياسية أو على المقاومة بأن الذي يقوله يؤكده الزمن ويؤكده الواقع هذا هو واقع هذا الرجل شاء من شاء وأبى من أبى علما بأن له سياسات خاطئة وخاطئة جدا ولكن يمتاز بالمصداقية شكرا لكم أنا مروس سليمان المحلل سياسي السوري من شيكاغو سيد سيفر سعى انتفضل أسف انتهى الوقت حسن نصر الله من الذين يمزجون الدين بالسياسة شكرا لكم مشاهدينا إلى اللقاء شكرا لكم